وقد ذبت في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأضعوا لها بالنواجد وإياكم محجثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي السنن من حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوضا فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عاجل خلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أردح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة أو يرجح بعمل أهل المدينة ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة ولأصحاب أحمد وجهان أحدهما وهو قول القاضي أبي علاو بن عقيل أنه لا يرجح به والثاني وهو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به قيل هذا هو المنصوص عن أحمد ومن كلامه قال إذا رأى أهل المدينة حديثا وعمل به فهو الغاية وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث ومثب أهل المدينة ويدل المستفتي على إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث ويدله على حلقة المدنيين حلقة أبي مصعب الزهري ونحوه وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك مات بعد أحمد بسنة سنتين وأربعين ومائتين وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي ويقول إنهم اتبعوا الآثار فهذه مذاهب جمهور الأيمة توافق مذهب مالك في الترجيخ لأقوال أهل المدينة وأما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة فهل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية فهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وهو قول المحاققين من أصحاب المالك كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوحاب في كتابه أصول الفقه وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحاققين من أصحاب مالك وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد قلت ولمر في كلام مالك ما يجب جعلها لا حجة وهو في الموطع إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم فهو يحكي مذهبهم وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل المدينة ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم وتارة لا يذكر ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطعه فامتنع من ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وإنما جمعت علم أهل بلدي أو كما قال وإنما تبين أن إجماع أهل المدينة تذاوت فيه مذهب جمهور الأمة علم بذلك أن قولهم أصلحوا أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحة إذ ليست هذه الخاصية الشيء من أمصار المسلمين ومعلومون أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة إذ لم يخرج منها أحد قبل الفترة إلا وأقام بها من هو أفضل منه فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار من يعلمهم الكتابة والسنة فذهب إلى العراق عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعمران بن حسين وسلمان الفارسي وغيرهم وذهب إلى الشام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وبلال بن رباح وأمثالهم وبقي عند عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وبقي عند عمر في المدينة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومثل أبي بن كعب ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم وكان بن مسعود وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة الذاك يفتي بالفتية ثم يأتي المدينة فيسأل علماء أهل المدينة فيردونه عن قوله فيرجع إليهم كما جرى في مسألة أمهات النساء لما ظن بن مسعود أن الشرق فيها وفي الربيبة وأنه إذا طلق امرأته قبل الدخول حلت أمها كما تحل ابنتها فلما جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أخبره علماء الصحابة أن الشرق في الربيبة دون الأمهات فرجع إلى قولهم وأمر الرجل بفراق امرأته بعدما حملت وأن أهل المدينة فيما يعملون إما أن يكون سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمرأ بن الخطاب ويقال إن مالكا أخذ جل المبطئ عن ربيعة وربيعة عن سعيد بن المسيبي وسعيد بن المسيبي عن عمر وعمر محدث وفي الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم أبعث فيكم لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وكان عمر يشاور أكابر الصحابة كعثمانة وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وهم أهل الشورى ولهذا قال الشعب ينظر ما قضى به عمر فإنه كان يشاور ومعلوم أن ما كان يقضي به أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به بن مسعود أو نحو رضي الله عنهم أجمعين وكان عمر في مسائل الدين والأصول والفروع إنما يتبع ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشاور عليا وغيره من أهل الشورى كما شاوره في المطلقة المعتدة الرجعية في المرض إذا مات زوجها هل ترث وأمثال ذلك فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علي إلى العراق هو وطلحة والزبير لم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من هو أجل ممن مع علي من الصحابة فأعلم أن كان بالكفة من الصحابة علي وابن مسعود وعلي وعلي كان بالمدينة إذ كان بها عمر وعثمان وابن مسعود وهو نائب عمر وعثمان ومعلوم أن علي مع هؤلاء أعظم علما وفضلا من جميع من معه من أهل العراق ولهذا كان الشافعي يناظر بعض العراق في فقه محتجا على المناظر بقول علي وابن مسعود فصنف الشافعي اكتاب اختلاف علي وعبد الله يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما وجاء بعده محمد بن نصر المروزي فصنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعي قال إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهما وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه ومما يوضح الأمر في ذلك أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا مقادين لعلم أهل المدينة لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم كأهل الشام ومصر مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين ومثل الليف بن سعد ومن قبله ومن بعده من المصريين وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لملاهبهم القديمة ظاهر بين وكذلك علماء أهل البصرة كأيوب وحمد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة وهم أجلا وأصحاب مالك المصريين كابن وهب وابن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم ترجمة نانسي قنقر